بس يا خير. انا دلوقتي بتكلم مع حضراتكم من قدام العيادات بتاعت المستشفى. هحاول اواريكم المنظر علشان تبقوا معانا في الصورة. يعني شايفين الست اللي قدامنا دي على طول. ايوة الست دي اللي بتسند الراجل. الراجل ده بتسنده وبتتخانق معاه في نفس الوقت. ده جزهة. بعد ما بيتها اتخرب اه شهور طويلة بسبب الادمان. يا دوبك عرفت يا دوبك تقنعه ان هو يجي المستشفى علشان يتعالج. ست اللي قدامها بقى دي جايب ابنها يعني تمنتاشر سنة. معاق وجاية تاخد له تقرير. واضطرت انها تشيله على كتفها مرتين. المرة الاولى علشان اكتب من تمنتاشر سنة وما كانش معاه بطاقة. ما كانتش مطلع له بطاقة لغاية دلوقتي. فللاسف تعطى للتقرير اه بتاعها. قدامهم بقى على الشمال ايوة على الشمال دي. حضراتكم مش شايفين حاجة? لان طبعا يستحيل اصور الناس اللي بتتقلم. دي بقى سيدة سيدة حامل في الشهر السابع. وللاسف عندها مرض نفسي شديد يستدعي دخول للمستشفى. وبرضو للاسف المستشفيات اللي هي تستطيع ان تقدم الرعاية النفسية والرعاية للنساء والتوليد اه مغضيتش انها يعني تستقبلها. لان في حالة خوف وهلع عند الدكاترة وفي حالة اه يعني محدش عايز اه مشاكل للاسف. والحكاية دي اه من ايام امتياز. من ايام ما انا في امتياز نسا. بعض الاجراءات الطبية يقول لك احنا محتاجين موافقة الزوج. حتى هنا جوه المستشفى يقول لك احنا عايزين موافقة الزوج على اجراء طبي معين احنا هنعمله. متفهمش انت اي علاقة الزوج في ان مراته تعيش ولا ما تعيش يعني هل توافق على وفاة الزوجة مثلا نكتب السيغة كده? فبتبقى مشكلة كبيرة جدا احنا منحتاجين ان احنا نحلها ومنحتاجين ان احنا نحاول ان احنا نتعامل معاها في في المستقبل. فبرغم من الخطورة اللي فيها السيدة دي اللي هي السيدة الحامل دي. وآ برغم من في خطورة طبية وآ خطورة ادارية وفي ناس آآ بتحب تدور على ازاي انها تأذي. آآ لكن احنا حاول نساعدها. هتحتاج طبعا مكان خاص. هتحتاج فريق خاص. لكن هنحاول ندبر كل الحاجات دي. وهنحاول ان احنا نساعدها على قدر الامكانيات بتاعتنا. وهنحاول نبزل اقصى مجهودة عندنا علشان نحافظ على حياتها هي طبعا وعلى حياة الجنين بتاعها والبيبي بتاعها يعني. المفروض يعني للامانة في مكان يعني مفترض ان هو يعني يشيل الحالة دي لكن يعني ايا المكان بقى اللي حصل بقى. اللي قدامهم دي على طول آآ دي دكتورة. وللأسف هي محتارة ما بين انها تدخل تتعالج في المستشفى المجاني ولا تروح تدور على مستشفى خاص وللأسف هي معهاش تكلفة المستشفى الخاصة للامراض النفسية. آآ برغم ان المستشفى المجاني بتاعتنا مش رحشة لان احنا عندنا اغلبية العنابغ المجانية مكيفة يعني انا بحاول اوصل لحضراتكم للسورة. آآ زي ما انتو شايفين آآ في جزء آآ من القلم. آآ بصوا بقى السريتي دي بقى. السريتي دي بقى جاية من آآ من بلد آآ عايزة اتدخل بانتهى المستشفى. بانتهى داخلها المستشفى وهي مصممة انها تدخل آآ آآ تبات معاها. لان آآ عيب آآ في البلد آآ ازاي بنت آآ تدخل آآ مستشفى يعني هما اساسها مش هارعرفوا يقولولهم ايه في البلد. يقولولهم بنتنا راحت فين. هنشوف دلوقتي لان الاساس عندنا الاسباب كثيرة جدا. الاساس عندنا في دخول المستشفى هو بدون مرافق. هنشوف بقى نتعامل زي مع الخليفات الاجتماعية والثقافية والحضرية دي يعني. هنشوف. فآآ فدعواتكم بقى دعواتكم ان احنا نعرف نساعد الناس دي ودعواتكم ان احنا آآ نحاول نشيل الالم اللي موجود يعني على ستات كتير جدا. لا دي آآ لا دي ست للاسف جاية تتعالج من الادمان بس برضو في حيرة من امرها تدخل تتعالج في قسم الامراض النفسية لان ما فيش قسم ادمان سيدات لوحده ولا تتصرف ازاي. في صعيد مصر كله للأسف ما فيش مكان لعلاج ادمان السيدات. اهي لسه دخل في مفاوضات ومجدلات مع الناس آآ هنشوف نعليجها فين. فيرجع مرضونا ان احنا محتاجين دعوات حضراتكم ومحتاجين آآ آآ دعواتكم. يعني احنا محتاجين الدعوات الشق المادي احيانا بيتدبر بشكل او باخر. لكن اه اعتقد ان احنا محتاجين المعونات المعنوية والدعوات بتاعتكم. شكرا لكم وسلام وربنا يعافينا جميعا. سلام. اشتركوا في القناة